السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم grammar ro لتعلم اللغة الإنجليزية في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على فعل الملكية verb to have وهو فعل الملكية كنبينه من خلاله في الجملة شيء اللي كنمتلكه اللي كتبغي تقول أنا أملكه كده وكده كتستعمل هذا الفعل هذا في الدرس السابق تعرفنا على فعل الكينونة verb to be وهو فعل الكينونة لما شفش الدرس هنخلي لكم الرابط ديالو سندوق الوصف ما عليكم إلا تبطوه وتكليكوا على الرابط وهذا يديكم ليشال الفيديو اللي كيهضر على فعل الكينونة verb to be يبدو الدرس ديالنا على بركة الله اللي غنتعرف عليه جميع الحالات اللي كيتصرف فيها هذ الفعل هذا ايطاب ايطاب الحاضر الماضي والمستقبل وكدهلك استعملات أخرى كان نجد فيها هذ الفعل هذا كدير أدوار أخرى وهذا المراحل الكاملة غدي نشوفوها دقاء بدقاء معلكم إلا تبدو دون الدرس ديالكم فأحد المذكيرات حيث يشرها فريمو غدي تناسا مع الوقت يلا نبدو على بركة الله وغدي نبدو بأول تصريف لverb to have في ال present simple بحيث أن الpronounce دمائر I, you, we and they I, you, we and they كيمشي معه have have كان نخلو الفعل كما هو ما كيتتغيرش كان نخلو I have لدي you have لديك we have لدينا they have لديهم I have لدي you have لديك we have لدينا they have لديهم هده هو المعنى ديال كل واحد pronounce plus have أعطيتكم المعنى ديال كله pronounce plus verb to have يعطينا معنى نبقى غدي نمرو لشي وهي وإت ونشوفو شنو غدي يجي معو أما بالنسبة لهي she and it كان نضيفوهم has ماشي have has has he has she has لديها it has لديه أو لديها بالنسبة للجمد أو الحيوان it دي ما كنت نستعملوها إما الجمد إما الحيوان سواء كان ذكر أو أنسى قلنا he has لديه she has لديها it has لديه أو لديها بالنسبة للجمد أو الحيوان هذه هي القاعدة الثانية بالنسبة للتصريف verb to have في present simple في الحاضر البسيط دا بغن مشون مره باش نشوفو بعض الأمثلة باش نرسخوا المعلومات في الدهن دياننا ونفهمو كتر كيفاش نقدروا نستعملو هاد الفعل في كل الجمال وما يبقاش عدنا ذاك الخلط ما بين واش نستعمل هاف ولا نستعمل هاز مثل أول I have a lot of friends I have a lot of friends لديه الكثير من الأصدقاء she has two cars she has two cars لديها سيارة تاني لديها هي سيارة تاني ثالثا my cat has blue eyes my cat has blue eyes قطتي لديها عيناني زرقوان العينين دي القطة ديالي زرق عندي قطة عندي عينين زرق بالدرجة ديالنا مثلا نعود القرية ديالهم ثالثا بهم I have a lot of friends I have a lot of friends لديه العديد أو الكثير من الأصدقاء she has two cars she has two cars لديها سيارة my cat has blue eyes قطتي لديها عيناني زرقوان أما بالنسبة لتصريف verb to have في الباست سيمبول الباست سيمبول الماضي البسيط وكي تصرف في الماضي البسيط إلى had كي يقول لي had وكي تماشى مع I وهي وشي وإت وي يو وذي كي يمشي معهم كاملين يعني ماشي بحال في اللول درنا have ودرنا has أما بالنسبة لتصريف الماضي كتبقى had كان لدي واخر نمشيو نشوفو الأمثلة باش نفهمو مزيان هالطرس هذا وهالطصريف هذا اللي هو في الماضي من لك نبغيو نقولو كان عندي كان عندي وهنا نجد مجموعة من الأمثلة مثل الأول I had a new smartphone yesterday I had a new smartphone yesterday لدي أو أخذت كتجيب داك المعنى ديال أخذت هاتف ذكي البارحة هاتف ذكي جديد البارحة هكا باش كي يجين معنا ثانيا she had a new laptop she had a new laptop لديها أو أخذت laptop جديد بما laptop هو PC portable ثالثا they had a new English teacher المعنى ديالها بالدريجة ديالنا أنهم حصلوا على أستاذ للغة الإنجليزية جديد هذا هو المعنى ديالها كان عندهم شي واحد قديم وجههم واحد جديد اللي يخصكم تعرفوا بأن اللغة ما كتتترجمش حرفيا كان نخذو غير المعنى ديال الجملة شنو بغي يقصدنا الكاتب أو لا هدك اللي كي يدبي كان نخذو غير المعنى حيث impossible تترجمه حرفيا أما دعبها ديالمرو الفيوتر سيمبل القاعدة باش نخضروه في المستقبل الباسط المستقبل الباسط باستعمال فعل to have أو verb to have القاعدة كتقول كتدير I pronounce صاركم معرفة اللي pronounce كاملين I, U, He, She, E, It, We, You, and They بحيث كندلوا I وكنزيدوا علي I will plus have you plus will plus have وأنتم ما غادين حتى التالي القرام عليكم I will have you will have you will have كي يزربوا دغية نشوف هات الأمثلة هادو وغادي نفهمه مزين إن شاء الله I will have new classmates I will have new classmates مثلا كتكون داخل المدرسة في السنة في البداية ديال السنة كيسولك شي واحد مثلا هكاية كده هكاية 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 وكيسولك يقول لك الأصديقة كتكون إن شاء الله مثلا ما غادي غادي نحصل على أصحاب جدادين من كتدخل أي واحد كيدخل جديد من بعد كيتعرف على مجموعة ديال الأصديقاء ديال القيزة I will have a new class غادي نتعرف أو لا غادي نحصل على أصديقاء جدود She will have a new car She'll have a new car شي تبدلت She will have واللا تغي She'll كنتدلو She apostrophic double L وكأنحبسو She'll have a new car بلا مدك She will have كدهش شوية طويلة هنه كنبغي نقصر الجملة She'll have a new car والمعنى ديالها ستحصل على سيارة جديدة جملة الثالثة They'll have a new They'll have new neighbors They'll have new neighbors بمعنى ديالها سيكون لهم جيران جدد كيكونوا جيين شي جيران جدادين كتسولوا 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 وشهدوا قديسكنوا معهم أيها راي وعندهم جيران جداد بحال ما أكد They'll have new neighbors They'll have new neighbors النيبرز هما جيران جيران ديالكم كتسمون النيبرز أما الآن غادي نمروا negative negative and question form كيفاش نشكلوا جملة جملة نفي و جملة سؤال في المضارع البسط أو الحاضر البسط بحيث أنه بالنسبة وعاي وكتسولوا يو وي 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 كنديرو دو في الأول دو هادي بنسبة السؤال هاد القايدة الأولى بنسبة السؤال دو بلاس سابجيكس بلاس هاف كنحطو دو برب تودو نحطو أول اللوول كنزيدو عليه إما pronoun من اي يو وي 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 وإلا كنديرو شيء اسم ونزيد عليه verb to have كتولي do plus subject plus have وهذا بالنسبة لو سيت طرح سؤال أما بالنسبة لو سيت نفي كتدير subject plus don't plus have subject plus don't plus have هدو كله بالنسبة للطمائر I, you, we and the أما بالنسبة للطمائر he, she and it كنديرو does ما شيدو كنديرو does plus subject subject هما he, she, it ولا she is plus have هدي بنسبة للسؤال ما بنسبة للنفي كنديرو subject plus doesn't plus have subject plus doesn't plus have والsubject كما قلت لكم هو he, she ولا it وقد ديرو doesn't ما شيد don'ts doesn't وقد زيدو عليها half غادي نشوفوا الأمثلة بحراب باش نفهمهم زيان شنو كنقول لكم والبداو بالأمثلة ديال question 4 الشكل والأمثلة اللي كي يعبرو على سؤال do you have new car do you have new car هل لديك سيارة جديدة do you have new car هل لديك سيارة جديدة ثانيا does she have a red car does she have a red car هل لديها سيارة حمراء هل لديها سيارة حمراء أما بالنسبة negative form negative form كيفاش كتنفي الحاجة أمثلة I don't have a job I don't have a job ليست لديها مهنة أو شغل ثانيا she doesn't have new car she doesn't have new car ليست لديها سيارة جديدة ليست لديها سيارة جديدة ثانيا it doesn't have new eyes ليست لديها القطة أينان زرقاوان أما الآن فغل نمرو القاعدة النفي والسؤال بالنسبة past tense past tense بالنسبة الماضي بحيط القاعدة كتقول لكل الضمائر I you we the he she and it كاملين كنستعملو did في السؤال did plus subject subject كما كنقولكم ديما هما البرناوز أو للأسماء كنزيد عليهم half did plus subject plus half وكتكملو الجملة على هادك الشي اللي غادي تهضروا عليه كما قلنا القاعدة هي did plus subject subjects who are you with the she eats أو لا أسماء كتديل اسمية ديالشي واح وكتزيد عليهم half وكتكملو الجملة نشوفو الأمثلة باش نفهمو مزيان إن شاء الله examples about negative forms I didn't have two cars he didn't have any friends كتعني بأنها معمرو كان عندو شي أصديقة وليطرح السؤال من سبا الماضي السؤال الأول did you have new clothes did you have new clothes وكتعني واش كانوا عندك حوية جداد ولا واش خديتي حوية جداد واش خديتي في الماضي واش خديتي حوية جداد did you have new clothes ثانيا did she have black shoes did she have black shoes واش خدات أحدية سوداء واش خدات أحدية سوداء أولا did you have new clothes ثانيا did she have black shoes وادوما القاعدات باش تطبق negative and question form بالنسبة التكلام عن الماضي الباسيط باش تغضر في الماضي الباسيط أما بالنسبة الاستعمالات الأخرى الverb to have وكيجي عليها تشكل هذا كيجي على شكل order كتعطي واحد الأمر فهمتكت كتعطي واحد الأمر باستعمال have كتعليها to بحل اللي كتقلبون الverb كيكون to have كيولي have to كتديرو have to هذا غيم يتبسط هو كيجي على شكل هذا have to والقاعدة كتقول لك كتتحط subject plus have to ولا has to على حسب البرنامس اللي هاتحط وكتزيد عليه الفعل أصل الفعل main verb كتعني أصل الفعل ما كيتغيرش كيتحطه كما هو هابتوني الأصل للمين verb هو كتقبض كل فعل ما كتغيره ما كتصرفه وكتقبضه وكتحطه كتدير subject وكتزيد عليه have to ولا has to على حسب البرنامس الضمير اللي غادي تحط وكتزيد عليه الفعل الأصل ديال وما كتغير فيه حتى شي حاجة بحيث have to كتبشي مع I و you و we و they كنديرو I have to you have to we have to they have to وبالنسبة has to كتبشي مع he و she و it كنقول he has to she has to it has to وهذا رغل الأمر كتستعمل have to تستعمل كأمر you have to يجيب عليك شوفوا الأمثلة بالنسبة للأمر I have to get a new job I have to get a new job علي الحصول علي أن أحصل على مهنة جديدة أو عمل جديد ثانيا you have to revise your lessons you have to revise your lessons كتعني يجيب عليك مراجعة دروسك كتبحل الأمر يجيب عليك أن تراجع دروسك ثالثا she has to wake up early يجيب عليها أن تستيقظ مبكرا she has to wake up early ترجمة نانسي قنقر